السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن هنا غ قرأت في الأخير لماذا؟ لأنها ضمن حروف فغكل التي قلنا إذا جاءت في الأخير تقرأ مع هذه الحروف لا تقرأ وقلنا أن هذه القاعدة ليست قاعدة عامة وإنما هناك بعض الاستثناءات وإنما صراحة هذه القاعدة تساعد كثيرا في قراءة الفرنسية إذن بالنسبة للشرح سوف نتركه فيما بعد الآن سوف نركز على القراءة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع إذن هل الصورة واضحة الآن؟ شكرا لكم هل الصورة واضحة الآن؟ مرحبا بالجميع إذن نكمل قلنا لابيكولتر لابيكولتر إي أن إتن هنا فقط نقوم بالليازن لذلك قلنا إتن ولم أقول إي إذا لم تفهموا شيئا يمكنكم أن تطرحوه لي في التعليق لابيكولتر إذا لم تفهموا شيئا يمكنكم أن تطرحوه لي في التعليق إذا كانت أ مصبوقة يعني وسط الكلمة ومصبوقة بحرف ساكن واحد حرف ساكن واحد فيمكن أن لا نقرأها دكو مثلا إذا كانت مصبوقة بيعني أكثر من حرف ساكن كما رأينا المرة السابقة مثلا إذا أخذنا كلمات مار خودي إذا لاحظوا معي هنا مار خودي هنا لابد من أن أقرأ هذه صراحة لا أعرف لماذا توقف البت المهم كنا نقول كنا نقول أن مار خودي يعني لأ لأ هنا لا يمكنني أن أقول مار خودي لابد أن أقرأ مار خودي لأن قبله لاحظوا كم من حرف ساكن يعني كم من كونسون غ ك مار خ خودي لذلك يجب أن أقرأ أ أما في هذه الحالة التي لدينا أن نلفغ قبله فقط حرف واحد ساكن إذا كان قبله فقط إن كونسون في هذه الحالة فإننا يعني لا يعني لا نقرأ أ دكو لا نقرأ أ أو نقرأه يعني لا مشكل المهم أنه لا يجب قراءة أ يجوز أن نقرأه أو لا نقرأه تنطق لماذا؟ لأن لأن أس ليست ضمن حروف فقل التي قلنا عليها أن هذه الحروف إذا جاءت في الآخير تنطق هذا لأس ليس بين هذه الحروف لذلك لا ينطق إذا نكمل إذا نكمل لأبي كولتر الآن سوف نتعرف على المعنى لأبي كولتر النحل أي هو النالفر يعني مربي دبي مربي النحل مربي النحل مربي النحل في الفرنسية كيف نسميه؟ نسميه لابي كولتر لابي كولتر إذن أيضا تعرفنا في المرة السابقة قلنا سنعيد هذا الدرس لكي نستفيد أكثر لأن الصورة كانت ضبابية إذن ماذا تحدثنا؟ تحدثنا عن هذه الكلمات التي تنتهي في الأخير بأغ قلنا أن الكلمة في الفرنسية إذا انتهت في الأخير بأغ فهذه الكلمة تكون مذكر تكون مذكر داكور عندما تكون يعني لاحظوا معي تنتهي بأغ إذن هذه كلمة مذكرة أيضا تنتهي بأغ وقلنا أن هذه الكلمة أيضا مذكر إذن الكلمة التي تنتهي في الأخير بأغ تكون مذكر قلنا إذا أردنا هذه الكلمات التي تنتهي بأغ إذا أردنا أن نستبدلها أو نحولها إلى المؤنت كيف سنقول لها طريقة هناك كلمات تنتهي بأغ عندما نريد أن نحولها إلى المؤنت تصبح هكذا مثلا هنا إذا أردنا أن نحاولها إلى المؤنت سنقول سنقول لا بي كيل خيس لا 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 الكلمات التي تنتهي في الأخير بأغ عندما نريد أن نحاولها إلى المؤنت تصبح تخيس ولكن ليست كلها يعني هذه ليست قاعدة هذه ليست قاعدة مطلقة هي فقط يعني نصادف نصادفها في بعض الأحيان مثل مثلا ولكن ليست مطلقة لماذا ليست مطلقة؟ هناك كلمات تنتهي بأغ ولكن عندما نريد أن نحاولها إلى المؤنت تصبح أز مثل مثلا شانتر 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 دكار إذن ليست قاعدة عامة يعني ليست جميع الكلمات التي تنتهي بالتر عندما نريد أن نحاولها إلى المؤنت تصبح تخيس وإنما هناك من تصبح تر في الأخير دكار أيضا بالنسبة لهذه الكلمة الثانية التي هي انالفر إذا أردنا أن نحاولها إلى إلى المؤنت نقول إذا الكلمات التي تنتهي في الأخير بأز تكون كلمات مؤنتة الكلمات التي تنتهي بأغ تكون كلمات مذكرة والكلمات التي تنتهي بأز تكون كلمات مؤنتة دكار أيضا الكلمات التي تنتهي في الأخير بخيس تكون كلمات مؤنتة إذن أنا فقط أركز على هذه الأمور لأن هناك من يسألني كيف نعرف إن كانت الكلمة مؤنتة أو مذكر إذن بما أننا صدفنا هاتين الحالتين أردت أن أركز على ذلك حتى يعني تتضح الأمور لديكم تي د يان أريد فقط أن أشرح شيئا ما هنا قلت لكم لأن هناك من يسألني في التعليقات يقول لي هل تقصمين الكلمات بحسب السيلة يعني بحسب المقاطع الصوتية أنا أقول أنا لا أقصم الكلمات بحسب السيلة بحسب الطريقة التي درسناها في المدرسة إذن أنا لا أقصمها بذلك الشكل كيف أقصم الكلمات؟ أقصم الكلمات بحسب الحرف كيف ينطق دكار بحسب حركته كما لو أننا نقول في العربية حسب شكله مثلا إذا قمت في العربية إذا مثلا كتبت فوقه الفتحة ضم كسر سكون إلى آخره يعني أنا أقف عند الحرف بتشكيله أقول بتشكيله المهم حسب التشكيل لديه مثلا هنا 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 هذا صوت مستقل بذلك إذا أردت أن أقصم مثلا هذه الكلمات في حسب السيلة لن تقصم بهذا الشكل فقط يعني هذا للاستفادة لأنني أعرف أن هناك ممن يتابعونني هناك أساتذة يتابعونني أريد فقط يعني أن أوضح لهم هذا الأمر لاحظوا معي هذه مثلا هذه الكلمة التي هي quotidian إذا أردت أن أقصمها بحسب السيلة فهي تقصم بهذا الشكل لاحظوا معي تقصم على هذا الشكل quotidian دكار ولكن هنا أنا أقصمها بحسب كل حرف كيف ينطق لذلك أضيف هذا يعني هذا التقصيم لأنني أعرف بالضبط المشكل في القراءة لدى التلاميذ الذين يجدون صعوبة في القراءة لهذا أتبع هذه الطريقة لكي يسهل عليهم الأمر صراحة المهم قلنا أو كو تي ديان أو كو تي ديان يعني بشكل يومي بشكل يومي نعني بها أو كو تي ديان أو كو تي ديان إي ل إيل لاحظوا أن قرأناها في الآخير لأنها من حروف فقل لذلك ينطق في الآخير إيل أون ت خ ت يان أون تخ تيان ديان هنا الت في الآخير طبعا لا ينطق لماذا لا ينطق لأن هذه ليس ضمن هذه الحروف الأربعة التي قلنا إذا جاءت في الآخير تنطق إذن الت ليس ضمن هذه الحروف لذلك لا ينطق أيضا شيء آخر هو قلنا أونتخ ولم نقول أونتغ سارة سارة ما كيبانوالو هل الصورة غير واضحة المرجو منكم يعني أن تجيبوا إن كانت الصورة غير واضحة حتى يعني أعرف إن هل أتوقف أو أكمل واضحة شكرا عبدالرزاق شكرا جزيلا لكم إذن قلنا أونتخ لاحظوا هنا لم نقل أونتغ وقلنا إذن لم أنتق وإنما نطقت لماذا نطقت هذه أيضا قاعدة تعرفنا عليها في الدروس السابقة قلنا أن إذا جاءت مسبوقة بأحد هذه الحروف الأربعة التي جمعناها في كتف بي حتى نتذكر هذه الحروف إذا جاءت قبل أغ أحد هذه الحروف يعني ك أو ت أو ف أو ب هذه الأصوات إذا جاءت قبلها فتقرأوا مثلها مثل خ مثل حرف الخ في العربية داكو أيضا شيء آخر يجب أن يعني أركز عليه بالنسبة للجدد الذي نتابعني يعني لأول مرة هنا لاحظوا أن الت لم أنطقه لم أقل لأن الت صراحة لديه ثلاث قراءات يقرأ ثلاث قراءات ما هي هذه القراءات التي يقرأها لاحظوا معي بالنسبة لحرف ت يقرأوا مثله مثل حرف ط في العربية أيضا يقرأوا مثل حرف ت في العربية وأيضا يقرأوا مثله مثل حرف السين في العربية إذن متى ينطقوا مثل حرف ط متى ينطقوا مثل حرف ت متى ينطقوا مثل حرف السين حرف السين له له يعني حالة واحدة فقط له حالة واحدة فقط إذن هو ماذا؟ إذا جاءت بعدها يون يقرأ مثل حرف سين يعني ننطقه سين إذن هذه له حالة واحدة فقط نقول سين داكور هنا متى نقول ت ومتى نقول ت إذن ت إذا جاء بعده إ إذا جاء بعده إ إذا جاء بعده إجراج بكر هنا إذا جاء بعده أ إذا جاء بعده أ إذا جاء بعده أو إذن ينطق ت كحرف ت إذا جاء بعده إ وينطق كحرف ت إذا جاء بعده أ نقول ت هنا ت ت وهنا ينطق مثل حرف سين نقول سيون إذن أتمنى أن يكون الأمر واضحا مهم نكمل قلنا إل انتتين إل انتتين صن روشي روشي إذن هنا غ لم ننتقى لأن هذا صوت مستقل بذاته أ مع أغ تنطقو إي دكور تنطقو إي إذا جاءت آخر الكلمة بالنسبة لروشي هناك من يخلطها مع الفعل أفعل أو فعل مجموعة الأولى يعني un verbe لأنها تنتهي بأر هذه ليست فعل وإنما اسم صن روشي بو غ بو غ إذن غ هنا نطيقة لأنها ضمن حروف فغ كل غي كو ل تي غي كو ل تي غي كو لحظوا معي هذا حرف هذا فعل من أفعل المجموعة الأولى ينتهي في الآخير بأر فقط للإشارة لاحظوا معي بوغ بوغ إذا جاء بعدها فعل مباشرة يعني ليس بينهما أي كلمة بوغ يتبعها فعل مباشرة إذا تبعها فعل مباشرة فهذا الفعل يضع على الفيديو يعني لا يصرف يعني يضع في صغة المصدر لا يصرف دكوغ لذلك قلنا بوغ إذا قلت لكم إذا جاء بعده مباشرة فعل يعني ليس بعده مثلا إذا كان فهنا لا نضع الانفينيتيف ولكن متى نضع الانفينيتيف إذا كان مباشرة بعد بوغ مباشرة بعد بوغ فعل يعني ليس بينهما شيء دكوغ دكوغ بوغ غي كو ل تي بوغ ريكول تي ب ل س بلوس هنا لاحظوا معي الس نطقت رغم أنها لا تنتمي لهذه الحروف الأربعة لأننا قلنا أن هذه القاعدة ليست عامة وإنما هناك بعض الاستثناءات إذا من بينها هذه الكلمة لاحظوا أن الس نطقت في الأخير تعلمون أن هذه الكلمة التي هي بوس في بعض الأحيان نقرأها بلو وفي بعض الأحيان نقرأها بلوس طبعا هناك قاعدة تبين لنا متى نقرأها بلو ومتى نقرأها بلوس إذا أردتم يمكنني أن أقوم بدرس أشرح فيه هذا الأمر بالتفصيل المهم يعني من أرد ذلك يمكنه أن يترك لي ذلك في التعليق إن شاء الله لاحظوا أيضا هنا لم نقل مع أن هذا الحرف إذا جاء مكتوبا بهذا الشكل سوف نقرأه ي سيغطو إذا جاء يعني في وسط الكلمة أما إذا جاء في آخر الكلمة هكذا سنقرأه فقط لا يقرأ إذا جاء آخر الكلمة ولكن هنا إذا جاء وسط الكلمة سيقرأ مي لكن هنا لماذا قرأنا مي لماذا نطقناه أي لأن لاحظوا معي لأن مي شكرا لمن قال يعني ديرينا لها درس بلوس قلت لكم يعني في التعليقات لم أحدد تعليقات عندما أنهي البت عندما أنهي البت أتركوها لي في التعليقات حتى أتذكر لأن التعليق التي تتركونها بعد البت طبعا بعدما أنتهي يعني أرتبها عندي في مذكرة حتى يعني أتذكر الدروس التي تطلبها مني وأقوم بإنجازها إن شاء الله المهم قلنا بلوس دو مي هنا لماذا أ نطقناها أي لأن هناك قاعدة تقول لاحظوا معي هذه القاعدة ماذا تقول تقول أن أ إذا جاء قبل حرف ساكن مثل هذا يعني أل هو حرف ساكن أو حرف إن كونسون نقول له في الفرنسية إن كونسون إذن إذا جاء قبل حرف ساكن ولكن هذا الحرف ساكن هو آخر حرف في الكلمة مثل هذه طبعا إذا كان هو آخر حرف في الكلمة وقبله أ ينطق أي وليس أ داكور مثل مثلا مثل مثلا لاحظوا معي إذن هذا حرف ساكن وأ جاء قبله هذا الحرف جاء آخر شيء في الكلمة لذلك نطقناه مثلا بحر إذن حرف ساكن في الآخر أ نطقناه أ ليس بالضرورة أن يكون هذا الحرف ينطق يمكن أيضا أن يكون حرف في الآخر ولا ينطق مثل مثلا مي مصرف مثلا إذن لاحظوا أن الحرف لا ينطق في الآخر ومع ذلك نطقنا أ مثله مثل أ لماذا نطقناه مثله مثل أ لأنه جاء قبل حرف ساكن وهذا الحرف ساكن هو آخر شيء في الكلمة إذن نشرح هذه الجملة يعني بشكل يومي بشكل يومي إل هو يعتني هو يعتني يعني النحل هو تعود على النحل أو مرب النحل يعتني يعتني بمنحلته pour لي أو لي أجلي ريكولته ليحصولا أو لي ليحصولا ليحصدا ليحصولا plus الكثير دو ميال ليحصولا على الكثير من العسل دعكوه إذن لابيكولتر إذن لابيكولتر إذن لابيكولتر هو مرب النحل أو قتديم بشكل يومي إل انترتين يرعى أو يعتني سن ريشي بمنحلته pour ريكولتر لكي يحصولا plus دو ميال على أكثر من العسل على كمية كبيرة من العسل إذن الآن سوف أقرأها حاولوا أن تقرأوها قبلي يعني أنا سأمرر القلم وأنتم حاولوا أن تقرأوها قبلي لابيكولتر 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 إذن 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 المرجو فقط ممن يعني تعجبه الطريقة الشرح يعني أن يقوم بوضع لايك حتى يعني أعرف أن الطريقة التي أستعملها هي طريقة صحيحة وممن لم يعجبه هذا الشرح يمكنه أن يضع ديز لايك حتى يعني أراجع طريقتي وأعرف إن كان فيها مشكل يمكنني أن أحسن ذلك إذن لا تنسوني من صالح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى